ومكملين معاكم حبيبنا توجيه الفن ستة خلصنا من الصفات في الدرس السابق تعال نروحنا ملاكنا نشوف الظروف لكن قبل ما نروح الظروف بهني شغلة واحدة نتذكر الأشياء اللي أخذناها أن الصفات دائما مرتبطة بالأسماء وتصف الأسماء أو ما ينوب عنها من ضمائر الآن الظروف مرتبطة بالأفعال يعني دائما الظرف يصف شكل هذا الفعل أو يصف الفعل فعلى سبيل المثال خلني أقرب لك إياها باللغة العربية حتى أنك تسعب الفكرة شوين الظرف وشو يعني إيش صفة بقول لك أنا سريع أنا سريع الآن سريع هون هي عبارة عن صفة وصفت فيها نفسي لكن إذا قلت لك أنا أجري بسرعة أنا أجري بسرعة وأجري سريعا لأن هون سريعا أو بسرعة أنا ما وصفت فيها نفسي وصفت فيها فعل الجري تبعي لذلك أنا أقود بتهور بتهور التهور هو ليس أنا إنما طريقة للقيادة تبعتي لذلك أنا تلقى يمكنك أن الظروف أو الأحوال دائما تصف الأفعال هذه الظروف التي تنتهي بالواي أو مشتقة من صفات لكن الظروف عندي أربع أشكال للظروف بهمني أنك تركز إذن أول شيء الظروف تصف الأفعال وتصنف إلى أول شيء في عندي إيش اسمه adverb of place تحاول اختصر لك إيها بأسرع وقت ومدة زمنية حتى تفكر وتفهم شو اللي إحنا بنتكلم فيه شيء يعني ظروف المكان أو أحوال المكان؟ أي شيء جماعة بدل على مكان هو عبارة عن ظرف مكان يعني عمال دل على مكان أوكي ظرف مكان ما في مشكلة لندن باريس دي يو اس اي اوكي على الطاولة آه دلت على مكان طيب على الراف برضو دلت على مكان for example على الأرض أوكي ما في مشكلة دلت على مكان إذن أي شيء يدل على مكان سواء كان اسم أو إيش يدل إلى اتجاه هذا المكان هذا عبارة عن إيش من سميئة for example بجيب أقول لك here هنا pillow أسفل under under زائد اسم المكان above ثم بعد ذلك out إذن هذه حروف الجر التي ترتبط تلقائيا مع الأماكن هي تلقائيا يعني مثال على ذلك for example بجيب أحكي لك والله أوكي my car my car is outside سيارتي في الخارج صح ولا لا سيارتي وين موجودة؟ أكيد مش في داخل المنزل في الخارج لذلك أنا تلقائيا outside هذا دل على إيش؟ على مكان سيارتي إذن هذا بسمي adverb of place يعني ضرف مكان إذن أنا بس ديك تفهم الفكرة شي يعني adverb of place for example بيقول لك والله where is my pencil وين القلم من الرصاص تبعا بيقولي والله your pencil is in your for example pencil case is in your pencil case in your pencil case يعني في داخل المحفظة والمقلمة تبعتك حددت مكانه دل على مكان إذن هذا منسميه ظرف مكان حلو كثير ممتاز الآن في عندي شو اسموه adverb of time زي ما كان في عندي ظروف للمكان عندي ظروف للزمان يعني أي شيء يدل على الزمان يعني for example i will meet you tonight i will meet you tonight شوف كيف i will meet you tonight أنا راح أشوفك وألتقي فيك هذه الليلة الآن مثل ما نشايفين tonight هذا شيء على إيش i will meet you tonight هذا تدل على إيش زمان إذن أي شيء يدل على الزمان بسميه adverb of time ظرف اللي هو الزمان tonight الليلة now الآن then today اليوم soon قريبا at زائد ساعة يعني ممكن كمان يجيلك والله at for example 10 at 10 pm في العاشرة مساء هذه كمان دلت على زمان فأي شيء يدل على زمان سواء كان بساعة بوقت بدقيقة بشهر for example in spring in june زائد أشهر in 1995 عام 1995 for example كلها عبارة عن أشياء تدل على زمان إذن هي عبارة عن ظروف زمان طيب شو في عندي كمان في عندي لما إحنا أخذنا present continuous المضارع مش present continuous عفوا present sample المضارع البسيط حكينا إنه من مفاتيح زمن المضارع البسيط sometimes usually always often آه والله دول شو بنسميهم بنسميهم ضروف التكرار الظروف التكرار هي نوع من الأقسام وقسم الأقسام الظروف في اللغة الإنجليزية وبيعطيني مقدار تكرار الحدث بالتالي أنا بحدد مقدار هذا النشاط من خلال سميته ظروف التكرار ليش ظروف التكرار؟ لأنه بيعطيني مقياس تكرار هذا الشيء طيب شوف الآن وهذا اللي أنا بديدي أركز عليه وهذا هو الجوهر يعني هذا هو الشيء المهم عندك في التوجيه الصفات التي أو الظروف التي نشتقها من الصفات يعني عندي صفة بحط عليها الواي طيب شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أنا بهمني تركز أنه يا سيد العزيز عندي صفات اللي هي ظروف منتهية باللواي وغالباً ما نشتقها غالباً ما يتم اشتقها من وين؟ من الصفات يعني في الأصل هي عبارة عن كويك طيب هي عبارة عن لاوت هي عبارة عن بولايت إذن هذه الصفات طب أنا شو سويت؟ بس ضفت عليها الواي ضفت عليها الواي الصفة تحولت من صفة إلى ظرف إذن هذه من نركز عليها الصفات أو الظروف التي نشتقها من الصفات بإضافة من زيد بس الواي ورا الصفة بتصير هذه الصفة ضرف فبطل توصف الاسم بتصير توصف الفعل سبحان الله شوف الآن الأمثل عندي بجي بقول لك I walk slowly طيب تعال شوف لي شو يعني I walk slowly يعني أنا أمشي ببطء لذلك slow هي الصفة ضفت لها الواي تحولت من صفة إلى ظرف وأنا هون ما وصفت نفسي وصفت المشي تابعي المشي الووك عبارة عن لذلك هون مربط الفرس أن الظروف تصف الأفعال ودائما مرتبطة فيها هو يقود بإهمال يعني مش مركز بالشارع مش فارقة معاه بروح من الشمال بسرع هذا مسميها كيرلس يعني بتهور كيف هذه كيرلس صفة ضفت عليها الواي صار الظرف ما وصفتش فيها هذا الشخص نما وصفت لدرايفينغ القيادة How he drives كيف يقود So he drives carelessly هو يقود بإهمال She dresses neatly هي ترتدي مربسة يعني هي مرتدة أنيقة تعرف تلبس تمام نيت معناها إيش أناقة تضيف لها الواي صارت بأناقة نيتلي نفس الشيء نحن نتكلم بصوت مرتفع وجهوري Loud هي الصفة ضفت عليها الوايت حولت من صفة إلى ظرف بطلت أوصف فيها الآن الاسم صار الظرف والحال يصف الفعل اللي هو talk So how we talk We talk loudly How she dresses بهاي الطريقة إحنا بنعرف كيف يعني الظرف يصف الفعل وكيف نشتقه من الصفات درسنا خفيف لطيف شايفين محلة دروسنا بسيطة فكرة منها إنه لما نفوت على منهاج التوجيه بعد ما نحضر هذه الدورة بديش أنا أحكي يعني عميقة جدا لكن هي أشياء وأساسيات إذا إحنا بلشنا فيها هندخل إن شاء الله تعالى على التوجيه بكل يعني سهولة ويسر إن شاء الله تعالى بنشوفكم في الدرس القادم حتى ذلك الحين أحبائي الفانسيات أتمنى لكم أطيب الأمنيات السلام عليكم